المتابعين ومتابعين مصرها وفي كل مكان اهلا وسهلا بكم في لايف جديد من محافظة اد اهلية وجريمة بشعة بطلها ربة منزل من قرية الخضيري مركز مينة النصر بمحافظة ادقاهلية بعدما اقدمت تلك السيدة على زبح نجلتها الرضيعة التي لم تتجاوز عمرها 6 اشهر تلك السيدة تخلصت من نجلتها زبحا بسكين ثم اتجهت الى حامتها لابلاغها بارتكابها لجريمتها تفاصيل الوقع بدأت ببلاغ طلقاه مدير امن ادقاهلية من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة مينة النصر من بعض الاهالي بقرية الخضيري دائرة المركز بقيام سيدة تعاني من مرض نفسي بالتخلص من نجلتها الرضيعة البالغة من العمر 6 اشهر زبحا على الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة مينة النصر الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان المتهمة سيدة تدعى حنان تبلغ من العمر 36 عاما تخلصت من نجلتها الرضيعة حنين والبالغة من العمر 6 اشهر بعدما قامت باستلال سكين وزبحا التحريات الاولية كشفت ان تلك السيدة تعاني من مرض نفسي وكانت مودعة باحدى المصحات النفسية وهي مستشفى الصحة النفسية بديميرا وكانت تعاني من مشاكل وازمات نفسية متلاحقة مما استدعى الى حجزها بالمستشفى لكن كانت تلك السيدة حامل خلال فترة اضاعها بمستشفى الانراض النفسية وبعد شعرها بألام الحمل جرى التصريح لها بيئة الخروج من اجل الحمل على ان تعود مرة اخرى لكن تلك السيدة بعد ان وضعت حملها وهي الطفلة الرضيعة حنين رفضت العودة مرة اخرى الى المصحة وظن الزوج ان زوجته يعني المشاكل النفسية التي تعاني منها قد تعافت منها ويعني ستسير الامور بشكل طبيعي لكن كان الزوج حبيث بشكل مستمر على ابقاء الرضيعة بحوزة والدته لكن يعني الام من حين لاخر تأتي الى حامتها من اجل ارضاع طفلتها الصغيرة في يوم الحادث او ليلة الحادث الام لجأت الى حامتها واقنعت حامتها انها ستأخذ الطفلة من اجل ارضاعها وبالفعل اخذت الطفلة بعد ان ذهب الزوج الى العمل وقامت بيئة تخلص من طفلتها الرضيعة زبحا ثم عادت الى حامتها مرة اخرى وتبلغها بارتكابها لجريمتها احنا بنكلم حضراتكم الآن من امام مشابحة مستشفى المنصورة الدولي بعدما قررت النيابة العامة اداع جثمان الطفلة بمشابحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة وبيان سبب الوفاة كذلك بعض الاهالي اكدوا لنا ان الزوجة تعاني من مرض نفسي كثيرا ما حدثت بعض المشاكل من كبل الزوجة نتيجة معاناتها من المرض النفسي لجأ الزوج للعلاج الروحي واللجوء والاستعانة ببعض المشايخ ظنا انها يعني كما يعني يطلق في بعض الكرة او وفقا لبعض العادات والتقاليد انها زي ما روى لنا احد الاهالي ان تكون ملبوسة وبالفعل لجأ الزوج لبعض المشايخ والعلاج الروحاني لكن تلك الامور كانت كلها فشلت في علاجها وتم اداع تلك السيدة بمصحة نفسية للعلاج النفسي زلت بها اكثر من سمانية اشهر الى ان شعرت بألام الحمل وتصرح لها بالخروج من اجل الوضع وعلى ان تعود مرة اخرى لاستكمال علاجها لكن السيدة رفضت ان تعود مرة اخرى الى المستشفى لاستكمال علاجها النفسي وظن الزوج انها ستعافى من مشاكلها النفسية بعد ان انجبت يوم الحادث اللي هو كان من حوالي ساعات قليلة السيدة المتهمة تدعى حنان تبلغ من العمر 36 عاما ذهبت الى حماتها من اجل اغز طفلتها الرضيعة واقنعت حماتها انها ستأخذ الطفلة لارضعها وبالفعل حصلت على رضيعتها او طفلتها وذهبت بها الى المنزل وقامت بزبحها في قرية الخضيري مركز مينة النصر بمحافظة قدقهلية ثم عادت مرة اخرى الى حماتها وابلغتها بتفاصيل ارتكابها للوقع حريات مباحث مركز مينة النصر دلت ان الزوجة تعاني من امراض وبعض المشاكل النفسية وكانت مدعى بمستشفى ديميرة للصحة النفسية والعلاجية وكانت تتلقى العلاج منذ ساملات اشهر في تلك المصحة لكن خلال فترة ادعها كانت تلك السيدة حامل في شهرها الاولى واستمر ادعها بيئة المستشفى الى ان شعرت بيئة لام الحمل وتصرح لها بيئة الخروج من اجل الولادة بعدما خرجت للوضع رفضت الزوجة استكمال علاجها بيئة المصحة النفسية وظن الزوج ان زوجته تعافت بعد انجابها استمرت ستة اشهر من بعد انجابها داخل المنزل ولكن كان الزوج يحرص على ابقاء نجلته الرضيعة بصحبة والدته لكن كانت الام من حين لاخر ترضع طفلتها لكن في ليلة الواقعة قامت الام باقناع حامتها التي كانت ترافق رضيعتها انها ستأخذ الطفلة من اجل ارضعها وتعيدها مرة اخرى الى حامتها اخذت السيدة المرتكبة الواقعة طفلتها الرضيعة البلغة من العمر ستة اشهر وذهبت الى المنزل ثم استلت سكينا وقامت بزرح طفلتها الرضيعة وعادت الى حامتها مرة اخرى وابلغتها بتفاصيل ارتكابها للواقعة تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة مينية النصر من ضبط السيدة التي اهزت ببعض العبارات الغير مفهومة نتيجة معانتها من مرض نفسي ثم امرت النيابة العامة باداع جثمان الطفلة الرضيعة بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع اجراء عملية التشريح وبيان سبب الوفاة بعض الاهالي اكدوا لينا ان تلك السيدة المتهمة كانت تعاني من بعض الامراض النفسية ومحتجزة بمستشفى الصحة النفسية بديميرا وخرجت من اجل وضع حملها كذلك اوضح لنا بعض الاهالي في قرية الخضيري ان حنان المتهمة والبالغة من العم ب36 عاما خلال الفترة السابقة كانت تعاني من اهتزاز نفسي ولجأ زوجها الى المشايخ والعلاج الروحاني بعد ان اقنعه البعض انها تعاني من مس لكن كل تلك الامور فشلت لذلك اضطر الزوج الى ادعها بمشتشفى الصحة النفسية بديميرا كمان اكد لنا بعض الاهالي ان مرت الاشهر والزوجة كانت موضعة بيئة المصحة النفسية لكن حالتها لن تتطور الى ان شعرت بيئة الام الحمل ويعني تصرح لها بالخروج من اجل الوضع ثم العودة لاستكمال علاجها لكن تلك السيدة رفضت تلقي العلاج وظن الزوج انها تعافت بعدما انجبت رضيعة او انجبت نجلتهم الاولى وهي الطفلة حنين التي لقيت مصرعها على يد والدتها احنا الان متابعين متابع مصراوي من امام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وجرى اداع جثمان الطفلة الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها ستة اشهر وبعدما قامت والدتها التي تعاني ممرض نفسي بالتخلص منها زبحا جرى اداع الجثمان داخل المشرحة وامرت النيابة العامة بانتداب طبيب الشرع تابعين متابعي مصراوي في كل مكان ونشكركم على حسن المتابعة الى ان نرتقي في لايف جديد كان معكم حظر اهلية رامي محمود